فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية سأل الله إليكم قال رحمه الله ثم جعل بني آدم فرقتين والفرقتان العرب والعجب ثم جعل العرب قبائل فكانت قريش أفضل قبائل العرب ثم جعل قريشا بيوتا فكانت بن هاشم أفضل البيوت كما سبق نعم ويحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم فكان في خيرهم أي في ولد إبراهيم أو في العرب ثم جعل بني إبراهيم فرقتين بني إسماعيل وبني إسحاق أو جعل العرب عدنان وقحطان فجعلني في بني إسماعيل في بني عدنان ثم جعل بني إسماعيل أو بني عدنان قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة وهم قريش وعلى كل تقدير فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم إذا قصرنا التفضيل في الحديث السابق على بني آدم على بني آدم فإن بني آدم ينقسمون إلى قسمين إلى عرب وعجم ولهذا قال جعلناكم شعوبا وقبائل الشعوب هم العجم والقبائل هم العرب فالعرب أفضل من العجم وأفضل قبائل العرب والعرب ينقسمون إلى قسمين إلى عرب عاربة وهم القحطانية وعرب مستعربة وهم العدنانية الذين فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته وذريت إبراهيم من قسمة لا قسمين إلى بني إسحاق الذين فيهم بنو إسرائيل وإلى بني إسماعيل الذين منهم بنو هاشم وأفخاذ العدنانية من قريش فهذا هو التقسيم الثاني لمعنى هذا الحديث إذن فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم من خيرهم بطنا ومن خيرهم قبيلة ومن خيرهم جنسا ترجمة نانسي قنقر